أمنياً أعلنت قيادة العمليات المشتركة تعيين الفريق الركن قاسم المالك قائداً لعمليات البصرة ذكر بيان قيادة العمليات أن الفريق الركن قاسم نزال المالك الذي تم تعيينه خلفاً لجميل الشمري الذي كلفه رئيس الوزراء حيدر العبادي بمهم رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ذلك بعد الاعتراضات على أسلوبه في قمع الاحتجاجات في البصرة فيما تستمر المطالبات في المحافظة بمحاسبته بسبب استخدام الرصاص الحي والتسبب بمقتر عدد من المتظاهرين